طيب من تاني الزمالك محتاج ايه كمان مركز ايه كمان اكتر مركز الزمالك فقط بالسبب من نقاط الموسم ده الزهير الايصر يعني الزمالك عنده نقص بخط الدفاع لكن لو في مركز عور الزمالك السنادي فكان الزهير الايصر عور الزمالك عوره عوره انا اقولك ان الزمالك تعور في لقاء سموحة والمصري وفيوتشر عشر نقاط على التوالي بعدما الزمالك كسب الاهل كريم كان الفرق بين الزمالك والاهل ستة نقاط وكان الدورة لسه طويل وكان ممكن الزمالك يرجع المنافسة لو تاخد بالك النقاط اللي فقدها الزمالك تواليا بعد لقاء الأهلي هم عشر نقاط خسارة من سموحة تعادل مع فيوتشر خسارة من المصري الثلاث لقاءات دول جوزيجو ميز عمل جريمة بلعب إبراهيم أنضاي في الظهير الأيصر عشان يعوّد فتوح وبأخطاء مباسرة من نضاي كان الزمالك دفع ثمن الاختيار السيدة جوزيجو ميز بدأ يجيب عاطف اللي هو الوينج رايت اللي جاي من طنطة يلعبه بزهير أيصر والراجل قدم مستوى معقول لكن الزمالك أكيد محتاج أروح لمين أبرز لاعب في الدورة المصري في رأي خارج الأهلي لأنه بعد حتى معلول بعد ما أصيب أنا بشوف أنه هو أفضل زهير أيصر موجود في الدورة المصري ينقص الزمالك ممكن في فرقة تانية تدور على بورفايل تاني بس اللي ينقص الزمالك في وجود فتوح ظهير مش شبه فتوح يعني دعما أنا بشوف أن تكوين الفرع المثالي يبقى عندك ظهير وعكس ظهير مفهوم جونس النجويم جونس النجويم يتميز عنه عن فتوح تعال نشوفه الأرقام عشان تعرف جونس النجويم هو من أهم اللعبة اللي بتدخل منطقة الجزاء وبتعمل خطور راجل مسجل سبع أهداف كظاهير أيصر وكان متوقع يسجل خمس أهداف برضو توقع أن أنت سجل خمس أهداف معا كان أنت بتخش المنطقة مش سهل أن أنت ظهير أيصر يطاح لك الفرص دي غير أنه عنده 28 محاولة على المرمى وعنده كي باصيس 35 وده أرقام مهمة أهدافه كلها بالليفت فوت وده على فكرة نقطة تنقص الزبالك ما بيسجلش كتير بالرجل الشمال ومنهم هدف بدماغه تعال نشوف بعد كده أرقام فتوح خلي بالك جونس النجويم طبعا عدد ده زيادة بس تحدد أهداف فتوح هدف واحد مساهمات فتوح في الأسيست ثلاثة ممكن فتوح لو بيلعب بشكل أفضل تلاقي الأسيستات الرابط بس ما يسجلش الأهداف اللي بيسجلها جونس النجويم لأن فتوح ما بيقدرش يتواجد في التلت الأخير زي جونس النجويم على فكرة جونس النجويم كان عندي رقم في وجود حتى علي معلول هو أكتر ظهير دخل منطقة الجزاء من أظهرة الطرف اللي موجودة في الدولة المصر كلها لمس الكرة جواه منطقة جزاء الخصوم بيعرف يدخل منطقة جزاء الخصوم تعال نشوف طيب إيه بقى مشكلة جونس النجويم دي طبعا المحاولات عدد محاولات كبير نمشي بعدها هتلاقي عدد محاولات فتوح أقلب كتير نبص على الصورة اللي بعدها اللي هي هتشاول لنا شوية على النقطة اللي يمكن في عنده جونس النجويم فقدان الكرة يمكن هو بيفقد الكرة أكتر من فتوح فتوح بيقدر يحافظ على الكرة بشكل أكتر كتير من جونس النجويم ودي ممكن نقطة تميز فتوح لو نشوف شوقت اللي قطاط للجونس النجويم يلا حبين لنا الحتة دي نروح للفيديو بتاع جونس النجويم حبين لنا قدرت عايز أقول كمال إنه راجل ده مع علاقب كسوة أفريقية آه طبعا 2017 مع الكاملة دي حقيقة أبرز حاجة في جونس النجويم اللي بتنقص الزمالك واللي يدور عليها الزمالك دي ما فيه الظاهير في الزمالك بيقدر يبقى موجود كتير في المنطقة بالشكل ده جونس النجويم بيصنع من داخل المنطقة بشكل مميز جدا غير التسجيل هو عنده الصناعة بشكل مناسب جدا حتلاقي دايما موجود يعني هايل فين استلام وتصوير هايل دي ضاعت بس بص هنا التمام وعايز أقولك إن ده مش مشهد واحد الراجل مسجل سبع أهداف يعني متواجد هنا دايما ده كده لو أنت موجود عندك حل زي كده وتروح تدور على وينجر بلعب لقلب الملعب زي حتى موجود عندك ناصر مهر يقدر شكل الزمالك يختلف تماما لو عنده طبعا بقى الكرات السابتة بالجو الشمال على فكرة الزمالك ما عندوش لاعب يستدد الكرات السابتة بالقدم اليسر إلا شكبالة طبعا طبعا في وجود شكبالة طبعا بس كعدد داي لعبه وعدد المتاح والتشكيل الأساسي شكبالة بيبقى ورقة لأ الزمالك ما عندوش لاعب بشكل أساسي مميز فيه تسديد الكرات السابتة جونسان نجويم ممكن يكون حل جبيل الزمالك فيه الحتة دي